ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماع المجلس الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء في مكتبي سمو الحاكم وذلك بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائبي حاكم الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي والذي ترأسه سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة ناقش المجلس التنفيذي للإمارة عددا من مقترحات هيئة شارقة الصحية الهادفة لتطوير الخدمات الصحية وتوفير أفضل المرافق والفحوصات لكافة المستفيدين ما يعزز من مستوى الرعاية الصحية في إمارة الشارقة المجلس اطلع أيضا على تقرير مراكز مدد التابعة لمجلس الشارقة للتعليم والمعنية بتقديم الرعاية التربوية والتعليمية لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة المستهدفين وفق خطط مدروسة وبرامج علاجية يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وتضمن التقرير أعداد المنتسبين وفقا للفئات المستهدفة مع إحصائيات وبيانات المخرجات التعليمية والأنشطة للأعوام السابقة ختاما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبراموها بين مجلس الشارقة للتعليم والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بالجمهورية العربية السورية والتي تأتي لتنسيق الجهود نحو تقديم أفضل الممارسات في مجال رعاية الطفولة المبكرة والتعليم والتأهيل من خلال تبادل الخبرات والسعي لتطوير ودعم قطر التفاهم المشترك